الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حب الصحابة في الفؤاد عقيدة وشريعة نلقى بها الله الكريم ونحب آل البيت آل نبينا وبحبهم أرجو رضا الله الرحيم في العصور المظلمة من تاريخ أوروبا الوسطى منعت ثقافة الحوار وصار للكنيسة التوجه الأول والأخير في الحياة هي التي تعلم وهي التي تضع النظريات وهي التي تجمع الأموال وهي التي تنفق وهي التي تجيش الجيوش وهي التي تتولى الحماية بل وهي التي تتولى فرض النظام العام على الدولة صارت الكنيسة لا تقبل أبدا في هذا العصر أي نقاش ولا أي رأي مع أي مخالف حتى عذبت العلماء وأقرت بأن النظريات التي تضعها الكنيسة هي العلم وهي الدعوة وهي الدين وهي الحياة ووقفت بذلك موقفا معاديا للعلم ومعاديا للحياة معاديا للسياسة معاديا للاجتماعيات وتطور الأمر إلى أن تبيع الصكوك للغفران وأن تبيع الجنة قطعة قطعة وشبرا شبرا بالدعاء كاذب مزور إلى الناس وتجمع النقود والذهب والأموال من أجل أن تقنع الناس بأنهم هم أهل الجنة وقد غفر الله سبحانه وتعالى لهم والله من ذلك كله بريء حينما قطعوا المسافات بين الناس في الحوار وضيقوا عليهم وجعلوا بين الناس وبين الحوار المفاوز والمسافات الكبيرة حينها لم يكن من ثقافة في المجتمع أبدا إلا ثقافة الفوضى ثقافة التطرف ولم يكن أبدا ثقافة منطقية تدعو للحوار الهادئ والحوار المجتمعي الرائع الراقي أبو الحسن الندوي في كتابه ماذا خسر العالم بالحطاط المسلمين يتكلم عن أن مجتمعات بأكملها سقطت حينما سقطت ثقافة الحوار ويتكلم ابن خلدون في المقدمة أن الكلام والأخذ والرد والرأي والرأي الآخر إنما هو ضمان استمرار المجتمعات وضمان تقديم البدائل الأخلاقية المحترمة في كل مجتمع من المجتمعات في كل عصر من العصور علماء الاجتماع وعلماء التاريخ وعلماء التربية النفسية كل هؤلاء مجمعون على أن الإنسان إذا كبتت حريته ولم يكن له من سبيل لتفريغ طاقته والتكلم بحرية والأخذ والراد وإبداء الآراء فإنه سيصير إلى حالة من حالتين إما أن يكون إنسانا مسخا مشوها لا معنى له ولا طعم ولا رائحة ويكون إنسانا مقلدا يكون كالحذاء يوضع في قدم منتع له على أي وضع كان وإما أن يكون الإنسان متطرفا لا منطقيا لا يخضع للقول وإنما يفرض الرأي بالسلاح ويفرض الرأي بالتفجير وبالتكفير وبغير ذلك ثقافة الحوار بدأت في الإسلام حين قام سلمان الفارسي رضي الله عنه وقد قال عمر بن الخطاب على المنبر اسمعوا وأطيعوا وهو أمير المؤمنين فقام سلمان فقال لا سمع لك اليوم ولا طاعة فقال عمر بن الخطاب وهو على المنبر رضي الله عن الجميع وماذاك لمه قال سلمان الفارسي لأن ثوبك طويل وإنك رجل طوال وثوبك حتى قدميك وإن الأثواب التي وزعت من بيت مال المسلمين هي أثواب قصيرة يعني لو أخذت أنت ثوبك فقط لكان الثوب حتى أن صاف قدميك فمن أين أتيت بهذه القطعة من القماش فزودت بها طول ثوبك يتهمه في متر قماش يتهم أمير المؤمنين وينفي سمعه وطاعته في متر من القماش نريد أن نقول أن الإسلام وقادة الإسلام ومفكر الإسلام وعباقرة الإسلام وفاروق الإسلام نفسه الذي عرفت عنه الشدة والغلظة وعرفت عنه القوة في الحق يقف على المنبر ويستمع إلى انتقاده بأذنيه ويناقش ويحلل ويتكلم قال له قم يا عبدالله بن عمر من أين أتيت بهذا الثوب قال هذا ثوب يا سلمان عبدالله بن عمر يقول هذا ثوب أنا ثوب طويل أعطيته لأمير المؤمنين يصلي فيه وأخذت الثوب القصير الذي أعطته إياه الدولة أو أعطاه إياه بيت المال فقام سلمان فقال الآن نسمع ونطيع ثم جلس فقال عمر بن الخطاب اسمعوا وأطيعوا وأكمل خطبته العجيب يا إخواني أن عمر بن الخطاب راح إلى بيته بعدها ذهب إلى بيته وجلس آمنا وذهب سلمان إلى بيته وجلس آمنا انتقد المحكوم الحاكم على مرأة ومسمع الناس في حوار صحفي رآه كبار الناس في المجتمع وذهب الأول إلى بيته وذهب الثاني إلى بيته حاكم ومحكوم ولم يؤذي أحد ولم يعتقل أحد ولم يقتل أحد ولم يعنف أحد برأيه الإسلام ضمن لنا ثقافة الحوار الهادئة من حق كل إنسان مهما كان توجهه ومهما كان انتماؤه ومهما كان فكره أن يطرح الذي لديه أن يقول الذي لديه بأسلوبه الذي اختاره ثم يترك لنا نحن أن نناقشه وأن نسأله من أين أتيت بهذا الكلام وكيف تقوله ولماذا قلته وكيف ترد على مناقضته هنا أقول رأيا معينا وأسمح بعد ذلك بأن تأتي أنت كمسلم فتأتي فتناقشني تناقشني في كل ما قلته تناقشني فيما قلت وما سكت عنه كان يحتاج إلى توضيح لأن السكوت في مقام التبيين تبيين والسكوت في مقام التبيين تشريع أنا لو قلت كلاما ورفضت أن تأتي أنت بعد ذلك لتراجعني فيه وتكلمني فيه أعتبر أن هذا تطرف أنا إذا عرضت رؤية أو عرضت رأيا شخصيا أحتاج فيه إلى أن تأتي فتراجعني ربما أنا فاتني الصواب وأريد إدراك عرض الحق لا بد أن يكون عرضا راقيا لا بد أن يكون عرض الحق عرضا مهذبا في رحلة إلى صعيد مصر كنت عائدا في منتصف الليل أمسك بأحدهم وقال لي أريدك أن تقرأ هذا الكتاب طيلة سفرك يكون لك معينا كان الكتاب بعنوان الشيعة نضال أم ضلال وبغض النظر عن الكلام في هذا لكن انظر إلى عنوان الكتاب الشيعة نضال أم ضلال سؤال الكاتب بدأ عنوان الكتاب بطريقة توحي لك وتسمح لك أن تجيب وأن تأخذ وترد أكتب عنوان الكتاب بطريقة تسمح للقارئ أن يشارك بعض الناس حين أقرأ له في كتبه أراه إما يعرض الفكرة بصورة تجعلك تحمل عليها حملا وهذا لا يعرض المنطق لأنه لا يعطي القارئ فرصة أن يستمع إليه ولا أن يأخذ منه ولا أن يختلف ويتفق معه وبعضهم يعرض كتبه بطريقة تفصيلية شرحية مستطردة أشعر معها أنه لم يترك للقارئ مجال ليسبح بخياله قال العدفي لو كنت طيرا إن الشرح والتحليل هي مهمة القارئ وإنما مهمة الكاتب هي ذكر الأفكار المجملة في لفظة وجيزة بليغة رشيقة معبرة أريد هنا أن أستكمل قصة الكتاب الشيعة نضال أم ضلال ذكر الكتاب كله الفرق التي تقول أنها نضال ولماذا قالوا هكذا لأنهم فعلوا وفعلوا وفعلوا والفرق التي تقول أنها ضلال بأنهم فعلوا وفعلوا وفعلوا والرد على الأولى والرد على الثانية ثم في النهاية سؤال ليتركك تقرر أن الشيعة أكبر ضلال في الدنيا لكن هو الذي جعلك تحكم جعلك تأخذ الخطوة الأولى جعلك تقدم على أن تستفيد أنت من الكتاب كتاب العرب في عيون يابانية لكاتبه الشهير حينما تقرأ هذا الكتاب تشعر أنك أنت الذي كتبته لأن أسلوب الحوار أسلوب مرتفع أسلوب مرتقي أسلوب عالمي أسلوب مؤدب أسلوب يأخذ الرأي والرأي الآخر أريدك أيها المسلم حين تتفق وتختلف مع الناس لا تتفق وتختلف مع شخصهم لكن تتفق وتختلف مع الفكرة مع ما يعرضون مع الأفكار مع الكلمات مع المواقف فليس هناك أحد شر كله وليس هناك أحد خير كله الناس تأخذ منهم وترد عليهم لا تأخذ من شخصهم ولكن خذ الأفكار خذ المواقف اتفق مع بعضها واختلف مع البعض الآخر لكن لا تطعم في الشخص ولا تطعم في اسمه وربما لا تذكر اسمه لأن هذا الشخص حين يكون عندك الرجل الأخير كما قال العودة فهو لدى أناس أخر الرجل الأول لدى أناس أخر هو الصديق وهو الزوج وهو الأب وهو الإبن لدى أناس أخر هو المفكر وهو الكاتب وهو المحلل وهو الشهير وهو القوي هو لدى أناس له قيمته فلا تذكر اسمه باستهانة ولا بتحقير ولا تضع من قدره وقيمته لأن هذا يضع من قدر دعوتك ويضع من قدر دينك في النهاية نريد أن نقول أن الارتقاء بثقافة الحوار أنك لا تعرض الفكرة بأسلوب حاد قال بعضهم أنك حين تعرض فكرة متطرفة بأسلوب هادئ سوف يقبلها الناس وحين تعرض فكرة عادلة بأسلوب حاد وأسلوب فوضوي فإن الناس لن يتقبلوك ويختم هذا الكلام بقوله اخفض مستوى صوتك وارفع مستوى قلمك الله الكريم ونحب آل البيت آل نبينا وبحبهم أرجو رضا الله الرحيم الرحمن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين